بعد غد هيبدأ المؤتمر الشباب مؤتمر الشباب اللي بتعقده مؤسسة الرئاسة تقريبا مرة كل شهرين مؤتمر الشباب اللي فات كان موجود في الإسماعيلية والمؤتمر القادم موجود في الأسكندرية على مدار يومين يومين لتنين والسلساء في المؤتمر اللي فات في الإسماعيلية مؤسسة الرئاسة أو القائمين على تنظيم المؤتمر عملوا فكرة حلوة دشنوا موقع وقالوا فيه لكل المصريين اسأل الرئيس نزلوا يا شباب تلفونات البرنامج على الشاشة حالا أنا النهاردة بقول لحضرتك هفتح لك الهوى مباشرة لو أنت عاوز تسأل السيد رئيس الجمهورية سؤال في مؤتمر الشباب ولم تتمكن أنت تبعته له على صفحة المؤتمر أو على موقع المؤتمر السؤال اللي أنت عاوز تسأله لرئيس الجمهورية أتمنى طبعا مؤسسة الرئاسة كن متابعة البرنامج ولو في أسئلة تستحق أنك تعرضوها على رئيس الجمهورية المصر فاندي فاتح تلفونات البرنامج للسادة المواطنين وبقول لك اسأل رئيس الجمهورية إيه السؤال اللي عاوز رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يجاوب عليه نزلتوا تلفونات البرنامج آه يعني خليني بقى على بال أنتم ما تستجمعوا كده المفاجأة وأن أنت عايز تسأل الرئيس على الهوى بس خلي بالك البرنامج ده على الهوى يعني سؤالك مش هيرجع ولا هيترد تاني فنركز في السؤال ونسأل رئيس الجمهورية اللي هو بالبلد كده لو أنت قابلت السيسي كده على طول إيه السؤال اللي عايز تسأله له إيه السؤال الملح عندك عايز تسأله كمواطن لرئيس الجمهورية في المصر فندي أنا جهزت أربع أسئلة أتمنى أتمنى أن تجد إجابة من السيد رئيس الجمهورية السؤال الأول لرئيس الجمهورية باللسان حالي المصر فندي متى يتوقف أو تتوقف الأسعار عن الصعود مقت الغلدية رئيس هتخلص إمتى تقدر تجاوبني كمواطن وتديني توقيت ده السؤال الأول السؤال الثاني النهاردة وإنت كنت في المؤتمر كنت بتتكلم يا رئيس في ده السؤال الثاني اللي المصر فندي بيسأله الرئيس الجمهورية بناء على موقع اسأل الرئيس في مؤتمر الشباب هنوقف إمتى الكروض الخارجية الكروض الخارجية اللي ارتفعت لمستوى غير مسبوق إمتى هنوقفها السؤال الثالث أين القائمة الجديدة للإفراج عن شباب المعتقلين حضرتك طلعت ثلاث قوائم القائمة الرابعة هتطلع إمتى رئيس في مجموعة من الشباب لا يزالوا في السجون نرى أنهم أبرياء ما بقولكش كل من دخل السجن هو بريد بس أكيد بدليل أن حضرتك طلعت ثلاث قوائم السؤال الرابع والأخير للسيد رئيس الجمهورية من المصرفان دي هل تنوي الترشح لفترة رئاسية تانية عايزين نعرف على الأهل نحسم الجدل في ده الفقرة متاحة لحضراتكم ادخلوا واسألوا رئيس الجمهورية عايز سؤال واحد من كل مشاهد كريم وهو داخل بيسأل معاي قولة صالة تلفوني أبو رامي من ألمنيا أبو رامي تفضل أبو رامي أسوذ محمد أهلا بي سؤالك لرئيس الجمهورية يبقى اي عايز أقول بس رئيس الجمهورية لسيد المشير عبد الفتاح السيسي لحد امتى الغلل لأننا هنفضل فيه لحد امتى لحد امتى طيب ماشي أنا بشكرك السؤال يعني أنا بقوله والمشاهد بيقوله يعني اللي هو متى تتوقف موجة الغلاء يعني اسأله رئيس الجمهورية يعني أنا حددت أربع أسئلة منها موجة الغلاء منها متى تتوقف الكروض الخارجية مين ترجمة نانسي قنقر